ما النهاردة المدرب يطلع يوعد مثلا أسبوعين في أسطنفيللا وفيه الناس طالعا في توريا يعودوا ويشوفوا ويعودوا ويزيروا مع المدربين اه من عايز حلقة تحكيلي السفرية أسطنفيللا دي احنا سفرنا ليه وعملته ايه أسطنفيللا ليه احنا سفرناها معايشة ل2008 موليد 2008 لمدة أسبوع في أسطنفيللا ولعبنا مباراة ودية والولاد عندنا فاز 1-0 كم معاكو كم لاعب وكم مدرب كان معاي عشرين لاعب وكان معاي لصطف كله كان معاي المدير الفني أسباني ومعاي أحمد كمال مدرب وكان معاي عبد حميد مدرب مساعد وكان معاي مدرب الحراس عمر وكان معاي عمر بتاع الأحمال وكان معاي عمر بتاع الطبي تمام ومعاي الأدمن اللي هو يحيا اللي هو الإداري كل الناس دي بقى بتستفيد هناك كله بيستفيد كله بيشوف أقول لحظك حاجة الأدمن اللي هو حيقولك أنت بالإداري يا سفيد إيه؟ طب أنت بقى الإداري دي الإداري ده واخد البعثة كاملة بتيكت في جوازات المطار في شنط اللعيبة في متابعة الأولاد في نزول مطار تاني أوروبي بمعاملات صغيرين مسكوا ده بقى فريق أول دلوقتي ولا منتخل؟ أيه صحيح مع تسكين في فندق مع الغداء الفطار العشاء الباص جيه الباص ما جاء خال بقى راجع بكل الداتة دي كلها بيقولك أنت بقى بسيك وإزيني وبقى عيني عليه عشان نشوف هو هيتصرف إزاي؟ أخب بالك ده ده داري تخيل بقى البقى كله استفادت بيه؟ أخب بالك المدربين كانوا بيعودوا مع المدربين إنه بيشرحوا لهم هنعمل كذا أو نعمل كذا وكانوا بيزولوا معهم التمرين وبيكونوا نشوف تدريبات بقولك لأ ده الجهاز بتاعك ده في حاجات كويسة أوي أوي اللعيبة اتمرانوا مع بتاعيس الفيلا مرتين تدريب جماعي طب أنا عايز سألك تفاصيلة كمان مهمة جدا الأطفال دايما بقولوا عليهم الأطفال اللي هم الأشبال أو الناشئين يعني أو البروعة بيبقى مهم جدا بالنسبة لهم التهيئة النفسية مهم جدا التغذية وكيد حلوك عارف الكلام ده كله هذي الأمور دي كلها موجودة في نادي زاد يعني دايما كنا بنسأل عليها في قطاعات الناشئين أجمع هل انتوا بتهتموا بتغذية الأطفال دي ولا هل بتهتموا برعايتهم النفسية ولا هل الكلام بيحصل ولا بص مسلس اللعب مسلس اللعب اللي هو لابد من التلات عناصر دول يبقوا موجودين تغذية تدريب راحة مهم تغذية تدريب راحة حاجة من دول وقت يحصل خلل يحصل خلل للعب تمام كانت النهاردة خلال التدريب لا جرعة تدريبية على مستوى عالي جدا أحمال راجل أوروبي راجل أجنبي كل فرقة فيها مدرب أحمال أكبر جهاز فيه كمصر كل فرقة حتى البراعب اللي هم موليد 2014 و2015 اللي هم 8 سنين وتسع سنين مدرب مدير فني ومدرب ومدرب عام مدرب عام ومدرب مساعدة وراجل بتاع أحمال وإداري ومدرب حراس كل أنا بعمل كده ليه؟ ما عنديش بقى الأعداد اللي هي 40 لعيب في كل فرقة و50 لعيب لا 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 الماكسما بتاعنا السنين دا عملت حاجة تانية أنا عملت فرقتين لكل فرقة عشان كله يلعب عشان في آخر السنة هاخد الخلاصة بتاعت الفرقتين واشتغل بهم الخلاصة بتاعت الفرقتين 20 لعيب الله كل فرقة 13 لعيب واخد بالك عشان يلعب وبعدين إيه بيش 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 هن كل القواية هنا وكل لا لا؟ بتساوي عندك هنا اثنين كواسين حط هنا اثنين كواسين عندك هنا واحد هنا عشان يبقى فرتين متكفتين متكافتين